موسيقى ترحيب عربي ودولي بمقترح بايدن لوقف الحرب وفد حماس في القاهرة وإسرائيل تعلن مقتلى ثلث الرهائن في غزة تسجيل سبعين ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي والأمراض المعضية في غزة بسبب تراكم النفايات في المخيمات مبادرة لبنانية جديدة لحل أزمة الرئاسة ووزير الخارجية الإيراني ونصر الله يبحثان في بيروت التطورات السياسية والأمنية الاتحاد الأفريقي يرتب لجمع السودانيين في حوار شامل لإنهاء الحرب ودعوات لمجلس الأمن لحماية المدنيين تحيات طيبات السلام عليكم ورحمة الله اعتبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن مقترح الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بين إسرائيل وحماس يوفر خارطة طريق لوقف دائم للنار ويجمع مطالب جميع الأطراف مؤكداً انتظار موقف إسرائيلي واضح رداً على هذا المقترح هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف في صفقة تخدم المصالح المختلفة وأن من شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة وكذلك المعاناة الطويلة لرهائن وذويهم ويقدم هذا الاتفاق خارطة طريق دائم لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة نحن ننتظر موقفاً إسرائيلياً واضحاً يمثل كامل الحكومة الإسرائيلية وهذا ما زال طبعاً كما رأينا خلال تصريحات أمس لبعض الوزراء الإسرائيليين أن هذا لم يتم حتى الآن الاتصالات مستمرة مع الطرفين كما هو الحال دائماً كان خلال جهود قطر وجمهورية مصر العربية والمتحدة الأمريكية في إطار هذه الوساطة ويمكنني أن أؤكد أن هذه الاتصالات لم تتوقف منذ بداية هذه الجولة من المفاوضات وما زالت جارية مع جميع الأطراف القضية أساساً الآن هي ترتبط بوجود موقف واضح من قبل الطرفين تجاه المبادئ التي حددها الرئيس بايدن وتجاه الأفكار الموجودة اليوم على الطاولة ترجمة نانسي قنقر 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 إذن استكمالاً لمشهد إبرام الصفقة بين حماس والإسرائيليين فقط ننوه لبعض الأخبار العاجلة الرئيس الأمريكي جو بايدن متحدثاً لمجلة تايم يقول إن نتنياهو يتعرض لضغوط بشأن المحتجزين ويقول إن نتنياهو مستعد لفعل أي شيء في سبيل ذلك أيضاً ضمن التصريحات التي وردت أو أوردتها مجلة تايم قال بايدن نضغط بشدة لوقف النار في غزة ولعودة المحتجزين إذن هذه بعض التصريحات ضمن بعض الأنباء العاجلة حول التعليقات الأمريكية على ما يجري تجاه إبرام الصفقة بين حماس والإسرائيليين في سياق هذه الساعة الإخبارية أفاد مراسل الحدث بمقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل وذلك في قصف مسيارة إسرائيلية سيارة شرطة في دير البلح وسط قطاع غزة قبل ذلك قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة وقد أفاد مراسلنا بأن الدبابات الإسرائيلية قد وجهت نيرانا مدفعيتها المرابضة في محيط الكلية الجامعية لعلوم التطبيقية وذلك في حي تل الهوى باتجاه منازل المواطنين في الحي وباتجاه منطقة الصبر المجاورة قطاع غزة لت قطاع غزة لبنح ترجمة نيابة كارتي بمعنى الكلمة كارتي كارتي بيوتنا أقول لك هي بيتي؟ مش عارف أنا معالما وين أساسه وين أبدا وين آخر بيتي أول بيتي مش ملاقلوا أثار جلان من جماعة ناسة وفيش يلو حدان له بيتي وبعدين الوضع عام مع الكل مدمرة البنية مدمرة البنية تحتية مدمرة فيشي لا كهرب ولا صرف صحي ولا مية ولا إشي وعاشين في الخيام والحياة تعب كلها في تعب والحمد لله على كل حال فيشي اشي كله انهدمت البيوت انهدمت حتى المساجد انهدمت حتى الناس بتصلي في الشمس وإحنا هذي احنا قاعدين ندبرنا حالنا قاعدين بنخبز وحطينا خيام مكان بيوتنا وقعدنا جينا لقينا البيوت مدمرة فيشي اشي فيش مية فيش اكل فيش شرب المية بنقولها من مكان لمكان من مكان بعيد لمكان بعيد المية بتخس علينا كتير والأكل وفيش اكل وفيش سوق فيش مواصلات ايش بدنا نسوي ايش بدنا نعمل الحياة صعبة صعبة جدا الحياة معي مباشرة من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث اسامة الكحلوت اهلا بك مجددا اسامة اسامة ضمن تصريحات للحدث افيدة بان تراكم النفايات في المخيمات ادى الى تسجيل اصابة سبعين الفا بالتهاب الكبد الوبائي والامراض المعدية في غزة نعم اسامة لا اعلم اسامة والتهاب الكبد الوبائي بسبب تراكم النفايات في مخيمات غزة نعم بالفعل هذا هذا الرقم وهؤلاء المرضى ليس جدد وليس هذا الرقم مسجل حديثا بل من عدة اشهر ماضية لان الوقود يصل بشكل قليل جدا الى البلديات هنا في قطاع غزة وتحديدا مثلا في منطقة دير البلح وهذا يؤدي الى تراكم كل اقوام النفايات في منطقة وسط مدينة دير البلح وفي الاماكن القريبة من اماكن منزوح مثلا في منطقة دير البلح كان يتم ترحيل كل النفايات الى المنطقة الشرقية والمحاذي لاستياج الفاصل لشرق دير البلح ولكن الان بسبب semua ضع وابسببو الحرب وابسبب عدم قدر التواقم البلدية من اصال هذه النفايات الى المنطقة الشرقية تطار تواقم البلدية الى وضع النفايات في تجمعات كبيرة في وسط مدينة دير البلح ومناطق قريبة من اماكن النزوح واماكن تجمعات العائلات النازحة من مناطق شمال قطاع غزة الى هنا الى دير البلح ما يقارب من مليون نسمة في دير البلح تتجمع هذه النفايات وتنتشر روايح الكريهة وتنتشر حشرات والبعوذ خاصة في ظل عدم ترحيل هذه الأقوام من النفايات وتتجمع حتى هذه اللحظة في أماكن قريبة من العائلات النازحة بالإضافة إلى أن هناك طفح في مياه الصرف الصحي داخل مراكز الإيواء نفسها في مناطق متفرقة في مراكز الإيواء في دير البلح وهذا يضاعف من انتشار الأمراض والأوبئة وأيضا يضاعف من انتشار مرض الكبد الوبائي في صفوف الأطفال وهذا ما نلاحظه كل أقسام الأطفال هنا سواء كان في مستشفى شهداء الأقصى أو باقي مشافي قطع غزة أكثر الأمراض المنتشرة في صفوف الأطفال هي أمراض الكبد الوبائي بسبب انتشار الأمراض والأوبئة والنفايات في أماكن تجمع الطعام هذه العائلات تصنع الطعام في مكان وجود النفايات ومكان الصرف الصحي الذي يطفح داخل مدارس الإيواء وهذا السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي في صفوف الأطفال النازحة داخل مراقز الإيواء في مدينة دير بلح وفي باقي مناطق قطع غزة طيب أيضا أسامة نتحدث عن الوضع الميداني في ظل المقاربة المطروحة بخصوص إبرام صفقة بين إسرائيليين وحماس يلاحظ أنه زخم القصف الإسرائيلي ما زال بالوتيرة نفسها نعم إذا كنت أسمع السؤال جيدا هنا في قطاع غزة جميع السكان يتطلعوا إلى إبرام صفق التبادل ووقف لإطلاق النار في أقرب فرصة لأنه في كل يوم يتم تأخير في الاتفاق على وقف إطلاق النار يكون هناك في سقوط ضحايا جدد ويكون في تدمير لمربعات سكنية وأحياء يوم أمس كان هناك تدمير لأربعة أبراج في مخيم البراج منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة سقط 25 ضحايا خلال الساعة الماضية فقط سقط 10 ضحايا في المنطقة الوسطى وفي مدينة غزة نتحدث هنا على أن الجميع يتطلع لأنه يكون هناك بالفعل وقف لإطلاق النار وإيقاف قتل وسكان قطاع غزة وقف عملية التشريد والقتل والتدمير للأحياء المربعات السكنية ولكن الجميع ينظر الآن إلى موقف الفصل والموقف الفصل بيد الفصل وتحديدا بيد حركة حماس هنا الجميع وأسمى أماني كل النازحين والعائلات النازحة في منطقة جنوب قطاع غزة هو أن يكون هناك وقف فعلي لإطلاق النار خاصة وأن آخر مفاوضات لوقف إطلاق النار فشلت ونهارت هذه المفاوضات وهنا بات التشاؤم هو سيد الموقف ولكن الجميع أسمى أمانيه الآن أن يكون هناك وقف غريب لإطلاق النار بالإضافة لعوجة كل العائلات النازحة خاصة وأن كل العائلات النازحة سائمت من الوضع المعيشي داخل الخيام من التشرد من الظلم من الأوضاع الكارثية داخل الخيام سواء من موجات البرد ومن ثم تبعها موجات الحر ومن ثم قلق الطعام المعركة هنا ليس فقط بالصواريخ فلأن كل العائلات هذه يوميا تبدأ صراع مع الحياة تبدأ صراع مع أطفالها من أجل تأمين لقمة العيش من أجل تأمين المياه من أجل تأمين الدواء كل المراكز الرسمية مثل مستشفى شهداء الأقصى أو العيادات التابعة للنورو في المنطقة الغربية لدير البلح تكتف بالعائلات النازحة بالأطفال بالمرضى الجميع يبحث عن طعام عن مساعدات عن دواء عن علاج كل هذه المعارك تدور بشكل يومي للعائلات النازحة وبالتالي الجميع يتطلع بأن يتم إنهاء هذه المأساة وأن يتقف الحرب ويتم متوصل إلى وقف الإطلاق النار شكرا إذن من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت شكرا جزيلا كشف إحصاء حكومي إسرائيلي عن أن أكثر من ثلث المحتجزين في غزة قد قتلوا ويأتي ذلك فيما يصل وفد من حركة حماس اليوم للقاهرة لبحث المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة مع الوسطاء المصريين والقطاريين موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حركة حماس لن ترفض المقترح الأمريكي رفضا قاطعا وإنما ستطلب إدخال بعض التعديلات عليه أيضا مواكبة للأخبار المتعلقة بهذه الصفقة المرتقبة في حال تمت يعني حماس تقول إن إسرائيل ليست جادة في التوصل الاتفاق في غزة وتناور بغطاء أمريكي أيضا أحد القادة في حماس قال نستهجن دعوات بايدن لنا بقبول صفقة وقف النار وكأننا نحن من يعرقل هذا الاتفاق إذن بعد التصريحات منسوبة لقيادي في حماس إلى ذلك أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو نوابا في الكنيسة بأن المقترحة الأمريكية للتهدئة في غزة بصيغته الحالية يتيح لقواته استئناف القتال إذا انهارت المحادثات مع حركة حماس أو إن فقدت جدواها خلال مراحلها اللاحقة ووفقا لما أفاد به مسؤول إسرائيلي لصحيفة وولستيت جورنال فإن نتنياهو أبلغ نوابا إسرائيليين أنه سوف يصر خلال المراحل المقبلة من المحادثات على الإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس وتدمير قدرات الحركة العسكرية إضافة إلى إنهاء حكمها لقطاع غزة معي مباشرة من القاهرة إيهاب نافع نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية أستاذ إيهاب أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث إنما نظرنا لكل هذه الإرهاصات التي تسبق التفاوض وربما إبرام صفقة بين حماس والإسرائيليين هل نتوقع موافقة من حماس على هذا الاتفاق كما فعلت في المرة السابقة وهل نتوقع في حال وافقت حماس رفضا إسرائيليا يكرر رفضها في التجربة السابقة كذلك بداية تحياتي لك وتحياتي للمشاهد الكريم بالتأكيد نحن أمام ساعات مرتقبة يجري من خلالها يعني الوقوف على ما يمكن أن تفضي إليه تلك المفاوضات خاصة وأن المقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس بايدن وأعلن عنه للمرة الأولى بنفسه وبشخصه وأعلن تفاصيله الكاملة في أربع ورقات كاملة في مراحل متعددة كل مرحلة بكامل تفاصيلها والمؤكد أن هذا المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن جرى تقديمه بعد التشاور في تفاصيل كثيرة منه في تواصل مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وبالتالي هو مقترح إسرائيلي أمريكي أدخلت عليه بعض التعديلات من قبل الرئيس بايدن لماذا كانت تصريحات الإسرائيلية المباشرة بعد إعلان بايدن لا تشير حقيقة إلى أن تنسيقا قد حصل حتى تصريحات الأولية لنتنياهو جاءت معارضة تماما لما أعلن عنه بايدن أستاذ هاب هي الحقيقة أن ما جرى هو تشاور أمريكي إسرائيلي مع نتنياهو بخصوص مشروع وإرصات هذه المبادرة لكن نتنياهو لم يكن يتصور أن كل ما ترى ما جرى طرحه في هذا التداول الذي تم مع الولايات التحدة الأمريكية أنه بالفعل سيجري طرح بهذه السرعة وبهذه الكيفية وبهذه الجدولة وبعض من هذه التفاصيل بايدن أراد أن يطرح فيها لمسات أمريكية تفتح مجالا للأخذ وراد لكن نتنياهو هو في الأصل يرفض فكرة المضي في الصبقة وبالتالي التصريحات التي خرجت بشكل مبكر من مستشاره الإعلامي أو مكتبه بشكل رئيس كانت بها تحفظات على فكرة أن تمضي هذه الصبقة إلى ما يمكن أن يسميه وقف الكامل لإطلاق النار لكن إجمالا الأجواء الآن أعتقد أنها مهياء أكثر من ذي قبل المضي في هذه الودنة وربما نعدل من بين العوامل التي ترفع للمضي في إتمام هذه الصبقة أولا أن ما جرى طرحه من مخاوف من قبل بعض الكتل في مجلس الحرب الإسرائيلي كبن غفير أو وزير المالية سومترش في غطاء سياسي ظهر في الصورة الآن من خلال لبيد الذي قدم دعما كاملا لنتنياهو حال تعرض حكومته لأي هزات سياسية لبيد وعده بأنه سيقدم له الدعم السياسي الكامل الذي يضمن له استمرار الحكومة من جهة ومن جهة أخرى لكن إلى أي مدى ترى أن ذلك يعكس طرحا مقنعا بالنسبة لنتنياهو بعض التقارير تحدثت عن أن نتنياهو لا يثق في زعيم المعارضة يئير لبيد وأن بقاءه مقتر تماما بتحالفه مع سموتريتش وبن كفير حتى لو ربما ينظر إلى أن الدعم الذي أعلن عنه الرئيس الإسرائيلي مع يئير لبيد لنتنياهو لا ينظر إليه بجدية هو القضية الآن أنه الجديد في هذا الطرح ربما المختلف هذه المرة في هذا الصفقة وهذا الطرح أنه نلمس فيه جدية حقيقية من الجانب الأمريكي وإصرار من قبل الرئيس بايدل لنهز الملف الذي أنهكه على مدار سمانية أشهر لأن الرجل على بعد أسابيع قليلة من انطلاق رسمي لمعركة رئاسية هو موقف فيها ليس أفضل شيء وبالتالي هو يسعى أن يقدم للناقب الأمريكي القدرة الأمريكية القادرة على حسم الأمر الجلل الموجود في منطقة الشرق الأوسط والذي يؤثر بشكل كبير على شعبية الرجل في الانتخابات التي سيمضي إليه خلال الأيام المقبلة الأمر الآخر أن الأجواب الداخل الإسرائيلي الأيام الماضية شهدت سقوط أعداد كبيرة من المحتجزين من قبل لدى حماس التقارير الإسرائيلية نفسها اعترفت أن نحو سلس أعداد المحتجزين لدى حماس بالفعل قد ماته وبالتالي عائلات المحتجزين لا تزال تمارس ضغطا حقيقيا عن نتانياو الأمر الآخر أن الجابهة اللبنانية واشتعالة في الأيام الأقيرة أصبح يؤثر ويستخدم كورقة ضغطة أيضا على موقف الحكومة وحماس أعتقد أنها ستمضي إلى القبول بالصفقة وما فيها وإنها خلق بعض التعديلات كانت كذلك بعض التصريحات أمس كانت هناك أيضا بعض التصريحات أمس وهذه أعتقد أنها المسألة التي ستكون مفترق طرق بخصوص إبرام الصفقة أولى الحديث عن وقف إطلاق النار والحديث عن وقف الحرب بشكل تام ويقال أن هذه الصيغة وفق هذا المقترح الأمريكي أو الإسرائيلي هي التي تعكس باب المناور الرئيس بالنسبة لنتانياو هي هذه النقطة الفصل وهي الأزمة التي كانت موجودة في الاتفاق اللي جاري التوفق عليه قبل اقتحام إسرائيل لربح وقتها حماس وفقت على القاهرة تدخلت بشكل عاجل وقتها للوصول للطريقة التي يمكن من خلالها إحداث حالة من التوافق ما بين حماس وإسرائيل كانت إسرائيل ترفض بشكل كامل فكرة أن تكون جملة الوقف الكامل لإطلاق النار ضمن المبادرة الأمر المقابل الذي تدخلت به القاهرة وقتها في المبادرة المصرية التي جارت الموافق عليها من قبل حماس في المرة الماضية القاهرة أتخلت كلمة الوقف المتجدد لإطلاق النار وهو في النهاية حماس وجرت أنها سيحقق نفس الهدف أي أنما كانت طريقة الاتفاق وأي أنما كانت السبيل للوصول إليه من الوارد أن تنهر الاتفاقات في أي وقت من الأوقات وتعود الحرب إلى مجريها مرة أخرى لكن أعتقد أن نيتانياه في شخصه ليست لديه الإرادة الكملة للمضي في هذا الاتفاق وهو يؤمن أنه في اليوم التالي الوقف الحرب نيتانياه سيحاكم ما سحسب في الداخل الإسرائيلي الأمر الأخر أن الأهداف الافتراضية التي وضعها الأهداف السلاسة المرتبطة بالقضاء على القدرة العسكرية لحماس إناء حكم حماس إطلاق المحتجزين جماعة لن تتحقق ما لم يمضي إلى هذه الصفقة نعم شكرا جزيلا إذن من القاهرة إهاب بنافع نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية شكرا لحضرتك ويعطيك العافية يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفا صحية صعبة ويعانون من الانتشار للأمراض المعدية كالتهاب الكبد الوبائي وذلك بسبب تكدس النفايات الصلبة وعدم قدرة مراكز البلدية في القطاع على انتشارها في ظل استمرار هذه الحرب يسير هؤلاء الأطفال هنا في طريق بين ضفتين أحدهما طفح لمياه المجاري وفي الضفة الأخرى أكوام من القمامة المكدسة هكذا تبدو طرق السير بين مخيمات النازحين في قطاع غزة وفي الجانب الآخر حيوانات نافقة ملقاة هنا وهناك منتفاجأ في يوم وليلة تلاقي هنا مكب حيوانات على إزك ميتة أطفال صغار بتاكل من النفايات هدي اللي انت شايفها أطفال صغار بتاكل عندنا موليد الطفلة تيجيش عمرها شهر 40 يوم الحب انتشر في جسمها بنراجع بنناقش بنحكم مع اللي بيجي بكبهنا لو سمحت بس كبهنا لتحت شوية ما برضى احنا بننظف وراه احنا اللي بنزيح احنا اللي بندفل الدواب اللي بيجي برمولنا إياها عنده كان فيه حصان متحلل لقدام فيه كمان واحد احنا دفلنا قبل ثلاثة ايامها إنها نحصان السلطات الصحية سجلت أكثر من سبعين ألف حالة مرضية أصيبت بالتهاب الكبد الوبائي وبأمراض معدية أخرى منذ بداية الحرب ما بدد مخاوف النازحين من القصف إلى الخوف من المرض حياة نجحة ليش حياة انت جاعت في خيمة لا الغزاء صح ولا المصرف الصحي عندك صح ولا البيئة صح ولا شي مظبوط لن هي حاجة عندك مظبوط الأكل اللي بتاكله ملوث الميه اللي بتشربها ملوثة النوم اللي بتنامها ملوثة النوم اللي بتنامها ملوثة النوم اللي بتنامها Viewingics الصحية الأطفال اللي عندها كل هادة ما بيأكلوش فيش أكل صحي هدولة بعد 6-7 شهور هتلاقيهم من رمادي حرام لله الحرب المستعرة في قطاع غزة أعاقت وصول شاحنات النفايات لنقلها إلى المكب الرئيسي ومن ثم التخلص منها ما فاقم من التلوث البيئي بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة أعاقت وصول سيارات النفايات الخاصة البلديات إلى المكب المرقص المعتمد وهو مكب بلدية غزة فبالتالي بحثنا عن مكان بديل لنقل هذه النفايات كونه يكون بعيد نسبيا عن المواطنين ويكون آمن من الاحتلال تم اختيار هذا المكب ينقل له يوميا حوالي 25 طن سواء من البلدية أو من نفايات المخيم المكان هو عبارة عن مكرهة صحية له أثار خطيرة على الصحة وعلى البيئة وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن نحو 35 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون حياة بالغة الصعوبة نتيجة الحرب وقلة الغذاء وانتشار الأوبئة والأمراض مين مهندس الحدث قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقر كني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في دمشق قال إنه سيناقش مع الجانب السوري وقف إطلاق النار في قطاع غزة إضافة لأهمية إيصال المساعدات مضيفا أن إسرائيل هي العامل الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة أنا هنا اليوم في سوريا لأناقش مع الجانب السوري وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإسرائيل هي العامل الرئيسي لعدم استقرار المنطقة وأريد التأكيد على دعم إيران لسوريا في الملفات الإقليمية ومحاربة الإرهاب فنحن وسوريا نشدد على أن استدامة الأمن في المنطقة مرهون بعدم التدخل الأجنبي جدد وزير الخارجية السورية فيصل مقداد اتهام تركيا بدعم إرهابيين في سوريا وأضاف أن الشرطة لأي حوار مع تركيا هو إعلانها الاستعداد الانسحابي من الأراضي السورية لا يجوز أن يستمر هذا الاحتلال ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري من قبل الجانب التركي لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبدل من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين لن تطبع العلاقات بين البلدين إلا إذا قالت تركيا في وضح النهار بأنها ستنسحب من الأراضي السورية أكدنا خلال حديثنا على أهمية استمرار هذه العلاقات وهي علاقات استراتيجية أكدنا على عمق العلاقات التي تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا والدول العربية الأخرى شعوبا وحكومات ونحن على استعداد لكي تسير المسيرة إن لم تكن بوتيرة أقوى وأسرع فالأقل يجب أن نحافظ على هذه العلاقة التي تحققت بفضل دعم الشعبين السوري والإيراني لها وكانت وكالة إن الإيرانية قد ذكرت أن وزيرة خارجية إيران بالإنابة علي باقر كني قد التقى لدى وصوله لدمشق بقادة الفصائل الفلسطينية في سوريا دون ذكر تفاصيل أخرى حول هذا اللقاء وقبل وصوله إلى سوريا زار كني لبنان حيث التقى كبار المسؤولين وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي بحث معه آخر المستجدات في المنطقة تنطلق اليوم مبادرة جديدة لتكتل اللقاء الديمقراطي في لبنان برئاسة نائب تيمور جنبلاط بشأن حل أزمة الرئاسة إذ يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ثم يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كما أكدت مصادر مطلعة أن جهود اللجنة الخماسية ما زالت قائمة التزاما منها بمساعدة اللبنانيين على إتمام استحقاقهم الدستوري وذكرت وسائل إعلام اللبنانية نقلا عن مصادر فرنسية أن فاريس غاضبة من النتائج السلبية التي انتهت إليها مهمة جان إيف لودريان في بيروت وتعنت بعض الأطراف اللبنانية فيما أكدت المصادر أن باريس لن توقف مساعيها تجاه لبنان وسوف تستمر في الجهود والمحاولات لخلق فرص لإخراج لبنان من أزمته معي مباشرة من بيروت الكاتبة الصحفية بول استيح أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث مبادرة اللقاء هذه هل تخرج عن روتينية مبادرات أخرى واجتماعات أخرى كانت قد جمعت الأقطاب السياسية بلبنان نعم مرحبا يعني للأسف هذه المبادرة مبادرة جديدة تضاف إلى مجموعة مبادرات لم تنتهي لا تزال قائمة ولا أي مبادرة أعلن عن انتهاء أو أن فشل ولكن تتراكم هذه المبادرات من دون نتيجة للأسف يعني أيضا هناك بات قناعة لدى كل المتابعين عن كثب للملف الرئاسي أنه لا إمكانية لإخراجه من عنق الزجاجة قبل انتهاء الحرب في غزة وتلقائيا في لبنان وقبل تبلور التسوية الكبرى للمنطقة سيكون على ما يبدو الملف الرئاسي ملف يفاوت فيه حزب الله على الطاولة صحيح أمينه العام أعلن مؤخرا أنه لا يربط بين الرئاسة اللبنانية والحرب وكأنه أيضا يوحي أن هذا الملف صغير أمام ما يعملون عليه في المنطقة ولكن بطبيعة الحال بات واضحا أنهم لن يسلموا ورقة سليمان الفرنجية من دون مقابل اليوم محسوم أن حزب الله لن يتنازل عن ترشيح سليمان الفرنجية ويذهب باتجاه المرشح الثالث في هذه المرحلة بالذات وبالتالي كل المبادرات لن تصل إلى نتيجة اليوم بحسب المعلومات ما يجري هو محاولة لتحريك المياه الراكدة لأن اليوم الاقتناع بذلك وبأن لا إمكانية لإخراج ملف من عنق الزجاجة سيعني دخول الملف في كوما وهذا خطير جدا يعني يحاول الفرنسيون واليوم مساعدة خلية من كتلة الاعتدال كتلة اللقاء الديمقراطي حتى قطر تعمل على تحريك إبقائه محركا للملف ولكن القناعة راسخة بأنه لا إمكانية لإنجاز أي شيء في هذه المرحلة طب أستاذ بولا يعني ضمن الزيارات الدبلوماسية للفرنسيين أو حتى الأمريكيين وما تحدثنا عن جان إيف لودريان العامل الجديد المختلف كان في زيارته الأخيرة يعني موضوع الحرب أو ملف الحرب في غزة تم النقاش حول القضيتين ملف الشغور الرئاسي وأيضا جبهة غزة هل أثرت الحرب سلبا على موضوع أي طرح فرنسي تجاه حل ملف أزمة الشغور الرئاسي نعم يعني الفرنسيون يشعرون اليوم كأنهم معنيون أساسيون بالملف اللبناني يريدون تحقيق إنجاز ما منذ انفجار المرفأ وهم يعملون على موضوع الإصلاحات وغيرها ومنذ شغور رئاسي يعملون على إنهاء هذا الشغور ولكن حتى الساعة تصطدم كل مبادراتهم ومساعيهم في عرض الحائط حتى أنهم حينما شعروا أنه لا إمكانية اليوم للإنجاز في الملف الرئاسي ذهبوا لإعداد ورقة تتعلق بالوضع في الجنوب علما أن هذه الورقة أعدت وعمل عليها المبعوثة الأمريكي آموس هوكشتاين وباتت في الأدراج الأمريكية وهو سيخرجها عند انتهاء الحرب في غزة وسيأتي فورا إلى لبنان للعمل على تنفيذ بنودة وبالتالي باتت واضحا أن الفرنسيون يستعون إلى إبقاء دور لهم في لبنان يقولون أنهم ينصكون مع الأمريكيين سواء بموضوع الوضع في الجنوب أو بالموضوع الرئاسي صحيح الأمريكيون يتركون فرصة اليوم أيضا للفرنسيين ليعملوا ولكن عندما يأتي وقت الحسم إن كان بالملف الرئاسي أو بملف الجنوب سيعود الأمريكيون ليمسكوا بخيوط اللعبة اليوم هم الطرف الأساسي المؤثر في لبنان وهم يعون ولذلك لم نعد نارا هوكشتاين في بيروت لأنه يعلم وقد وصله الجواب واضح من حزب الله أنه لا إمكانية لإنجاز أي شيء قبل انتهاء الحرب لذلك هو ينتظر التسوية أو الهدنة في غزة ليعود إلى لبنان ويحرق كل الملفات سلة واحدة أيضا فرنسا في إطار تصريحاتها وتأكيدها بأنها لن تتخلى عن لبنان فرنسا اليوم كجزء من هذا التكتل الأوروبي نرى كيف تتعاطى مع كل الأزمات اللبنانية المتلاحقة لكن رأينا مقاربة جديدة مختلفة في التعاطي الأوروبي مثلا بموضوع اللجوء السوري في لبنان حين هبت أوروبا لمنح لبنان المليار يورو نعم بموضوع النزوح السوري هناك إجماع أوروبي وهذا ما شهدناه من خلال اجتماع بريكسال الأخير أنهم لا يؤيدون العودة حاليا للاجئين السوريين إلى بلادهم لأن الظروف غير مهيئة داخل سوريا والعودة لن تكون آمنة برأيهم هنا اليوم هناك خلاف وشرخ كبير بين كل دول الاتحاد الأوروبي وضمنها فرنسا وبين لبنان لبنان يعتبر أن العودة يجب أن تتم فورا وأنه حمل ملف النزوح على كتفيه منذ 2011 حتى اليوم وقد آن الأوان ليحمل أحد آخر عنه هذا الملف فقط استغلالا للوقت أيضا أستاذة بولا هل كان غريبا أن تكون أول زيارة لوزير الخارجي الإيراني بالإنابة كني إلى لبنان تحديدا وهل يمكن أن نكشف عن علاقة هنا بموضوع بحل أزمة شغور الرئاسة في لبنان نعم ليس مستغربا أبدا أن تكون الزيارة الأولى له إلى لبنان باعتبار اليوم حزب الله هو اللعب الأساسي اليوم اليد الطولة لإيران في المنطقة على الحدود مع إسرائيل وخاصة اليوم إيران تريد أن تقول لكل الدول ومن ضمنها أيضا لبنان أن ما حصل معها من مقتر رئيس جمهوريتها والمسؤولين إيرانيين لم يؤثر عليها وهي لا تزال قوية ومؤثرة وداعمة لأذرعها في المنطقة أما بالموضوع الرئاسي اليوم إيران تسلم هذا الملف كليا لحزب الله هي لا تأخذ وتعطي به يعني هي ليست جزء من اللجنة القماسية الدولية التي تعمل على هذا الملف وبالتالي هي تسلم هذا الملف لحزب الله ولكن أيضا ما تسعى إيران اليوم بشكل أساسي في ظل التحذيرات الكبرى التي وصلت والكثيرة التي وصلت إلى لبنان من أن الحرب قد تتوسع خلال شهر حزيران وأن إسرائيل لديها نواية غير جيدة باتجاه لبنان هي أتت لتقول أنها لن تسمح بالاستفراد بحزب الله وأنه في حال قررت إسرائيل توسيع الجبهات فهي ستكون بالورصات إذن منا بيروت الكاتبة الصحفية بولاستيح شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية نتابع في هذه النشرة أيضا قتلى وجرح في صفوف المدنيين بالفاشر جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع نتيجة الإضطهاد والصراعات والعنف أكثر من مائة وثمانية ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم في أكثر من مائة وخمس وثلاثين دولة هربوا باحثين عن المأوى عن الغذاء والرعاية الطبية فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايف والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء كيف نحن نعيش؟ كيف تعملون؟ والحكايات تختزل بين الصمود والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء أهلا بكم من جديد أعلن الاتحاد الإفريقي أنه بصدد التحضير لحوار شامل بين السودانيين خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى توافقات لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أن وفد الآلية الرفيعة لاتحاد الإفريقي أخترها بالجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات وأن الاتحاد الإفريقي يعمله على توحيد الجهود الساعية للسلام كما أكد الوفد أن منبرة جدة هو الوحيد الفاعل حاليا للوصول إلى وقف للنار تبادل القصف المدفعي العنيف أو تم تبادله بين الجيش السوداني والحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى وذلك في مدينة الفاشر حيث أدى إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين إضافة لتدمير ثلاثة منازل في الأحياء الجنوبية من المدينة وقد أعلنت قوات الدعم السريع وصول تعزيزات كبيرة لقواتها في محاور ولاية سنار جنوبية شرق البلاد وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع في تسجيل مصور على منصة تيليجرام قال إن القوة الموجهة هي قوة ضاربة وسوف تكون سدا منيعا لتحقيق النصر بحسب تعبيره اشتركوا في القناة وزير الصحة في حكومة إقليم دارفور بابكر حمدين إن قوات الدعم السريع سعت إلى تعطيل عدة خزنات مياه تمثل المصدر الأساسي للمياه في مدينة الفاشر وأكد أن قوات الدعم السريع حاولت قطع المياه عن السكان لإجبارهم على مغادرة المدينة حتى يسهل عليهم السيطرة عليها اتهم حمدين الدعم السريع بتدمير البنية التحتية واستهداف المستشفيات والمرافق الحيوية بما فيها مصادر المياه ودع المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم قوات الدعم السريع غير الإنسانية بحق المدنيين في الفاشر وفي السياق حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسيف من تعرض خزان قولو للتلف والتدمير وأشارت إلى أن النزاع على هذا الخزان سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العائلات والأطفال وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه إلى ذلك دعت قائمة مراقبة الأطفال خلال النزاعات المسلحة مجلس الأمن الدولي لاستكشاف خيارات ذات مصداقية مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد لحماية المدنيين في السودان ودعت القائمة مجلس الأمن إلى مطالبة أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين وإنهاء ومنع الانتهاكات ضد الأطفال تأتي هذه الضغوط قبيل تقديم الأمين العام تقريرا لمجلس الأمن الدولي في يونيو الجاري حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان إلى ذلك قال مجلس السيادة الانتقالي السوداني إن عضو المجلس ونائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين الكباشي قد بدأ جولة تشمل النيجر ومالي وتستمر لعدة أيام وأضاف المجلس في بيان أن الكباشي سوف يبحث خلال الجولة تطورات الحرب الدائرة في السودان إضافة لتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي كما سوف يناقش مع مسؤولي البلدين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها معي مباشرة من القاهرة إمام الحلو رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة السوداني أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث سيد الحلو لعلي أبدأ تحديدا بالإشارة إلى أهلا ومرحب أهلا ومرحبا فيك الإشارة لجهود الاتحاد الإفريقي لجمع السودانيين كيف تختلف هذه الجهود هذه المرة عن كل المرات السابقة ولا تعتقد بأنه اليوم هناك حاجة لوجود ضغوط حقيقية وصيغ مقنعة لجمع السودانيين في مؤتمر حوار أو سلام أو نقاش حول إنهاء الحرب شكرا جزيلا حقيقة يعني بعد استمرار هذه الحرب لمدة أكثر من داخل في عامها الثاني سبت أن المبادرات الدولية من الأصدقاء والأشقاء لا بد لها أن تجد صيغة لجمع السودانيين ومن الصعوبة نجاح هذه المبادرات دون توحيد الموقف الموحد ضد هذه الحرب من قبل السودانيين الشعب السوداني أجمع أن هذه الحرب مرفوضة ويجب وقفها مباشرة وبدون شروط ولكن يحتاج إلى تجميع هذه القوى السودانية سواء كانت سياسية أو مدنية أو أهلية أو مختلف القطاعات في معون واحد أو آلية واحدة تستطيع أن تتحدث بصوت الشعب السوداني ولذلك مبادرة الاتحاد الأفريقي الآن مرحب بها من كل أطراف الشعب السوداني وفصائله وتنظيماته وهي تأتي في إطار التزعيد الغير حميد للحرب في السودان خاصة فيما يتعلق بالتزعيد في الفاشر وبعض المدن الأخرى وأنا في الانتهيز فازي الفرصة وناشد إتاحة المدنيين في الفاشر بالخروج من الطرفين يتيحوا الخروج المدنيين من هذه المدينة كيف يتسق ذلك سيد الحلو كيف يتسق ذلك مع ما أشار إليه الجيش وأن الجيش قد قال كلمته بشأن موقف الجيش والبرهان من قوات الدعم السريح هم الآن طبعا أنت أستاذ تعرف أن الحروب موجودة في التاريخ ولكن هذه الحرب عندنا في السودان أنا أعتقد أنها أصبحت حرب لا إنسانية وأصبح المواطن المدني هو الضحية الأولى ولذلك اختلاف فصيلين عسكريين يتقاتلوا بالسلاح وبالنار المواطن المدني السوداني ما هو طرف في هذه الحرب وينبغي أن يبعد من ويلاته ولذلك أنا أعتقد أن هذه الحرب يجب أن تقف بسرعة لأنه الضحية الأولى هو المواطن في الفاشر الآن أعداد كبيرة نزحت أصلا من مدن دارفور إلى الفاشر طلبا للأمان والآن أصبح الحاصل الآن في الفاشر من حصار وتزعيد ودانات مهدد للمواطنين النازحين في أقريب مليون مواطن في داخل الفاشر هذه مسؤولية القوى المتقاتل لنفسها سواء كان الجيش أو الدعم السريع لكن حتى إذا ما تحدثنا يا أصلاح الحلو سمحني على المقاطعة لكن حتى إذا ما تحدثنا عن تقدم على سبيل المثال والمعروف أن تقدم كانت تسعى حتى إلى جمع الرجلين قوات الدعم السريع يعني زعيم أو قائد قوات الدعم السريع أحمدتي مع قائد الجيش البرهان هي فشلت بذلك وربما حتى اجتمعت مع أحمدتي ولم تستطع الاجتماع بالبرهان حتى تقدم اليوم أصبحت ليست على مسافة واحدة على الأقل من الجميع بل هناك ما نجد أن الخصومة وصلت درجة العداء بين تقدم والجيش ليس صحيحا نحن في حزب الأمة مؤسسين لتقدم وتقدم تقف على مسافة واحدة من الطرفين نزاع وتزعى للتواصل مع الطرفين وهي بتحتاج إلى مزيد من الجهد للتواصل مع الطرفين التصريح بأنه في عداء بين الجيش وتقدم أنا أعتقد أنه مفتعل من أطراف أخرى ولكن تقدم في تحالف سوداني ليس بالضرورة من أطراف التقدم تزعى بك مؤسسة وتنظيم تزعى للتواصل مع الجيش ومع الدعم السريع أما الإشاعة بأنه هناك عداء عداء بين تقدم والجيش هذه هي إشاعة مغرضة من أطراف أخرى غير الجيش وغير الدعم السريع غير الدعم السريع وغير تقدم عشان تضع أسفين بين العلاقة سريعا أن أصدر حلو معنا فقط دقيقة واحدة إذا سمحت لي على الأقل هذه المبادرات أو نشاط الإتحاد الأفريقي هل يمكن أن يثمر على الأقل بموضوع تخفيف حدة العنف على المدنيين؟ نحن نأمل ذلك نأمل جهود الدولية سواء كان الإتحاد الأفريقي أو من برجدة وكذلك نسمع الآن عن استضافة مصر لمؤتمر جامع للسودانيين هذه كل محاولات نحن ندعمها في إطار أن توحيد القوى السياسية المدنية والمجتمعية في إطار واحد نحن نسميناه الجبهة المدنية الجامعة بحيث أن الكلمة تكون واحدة الرافضة لهذه الحرب والدعية إلى السلام وتحقيق الأمن في البلاد أستاذ إمام الحلو ضيفنا من القاهرة وأنت رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي السوداني شكرا لحضرتك ويعطيك العافية ختم هذه الساعة الإخبارية ألقاكم على رأس الساعة المرتقبة الزميل محمود الورواري قوموا معنا اشتركوا في القناة